ميت راديو ميت راديو نعطيك مقبيلة البقولة بالوراق الباربو نبدأ بالبقولة والخبيزة بوراق الباربو بالنسبة للبقولة الوراق الباربو ناخذ الباربو الوراق دياله يكونوا وريقات خضرين من بعد نقصلهم ونقطعهم بحشك البقولة ونقطعهم فسوك اردهم كيفوروا كيف يتبخروا في الكسكس من بعد نأخذوا الشرمولة اللي غادي نديروا نأخذوا فورا مع 2-8 دقائق نديروا نضم المقلى مع شوية ديال جزيز وشوية ديالتحميرا شوية ديالالكامون شوية ديالهريسة اللي كيبغو الحار التحميرا ما تكتريش أصلاً تطلق الحمورية نعم، تطلق الحمورية في نص وقت تطلق الحموضة يعني الزل عصر الحموض لا تدير كما قلت لكم شوية الهريسة و شوية الملح كنشحروا الشرمولة مزيان على نار مهيلة لكي لا تحرقش بعدما نحيضوا البقولة بعدما طابسوا الورقة الباربو ندوزهم في الشرمولة كنقدموا مصحا والراحة سهلة بالنسبة للبقولة بالوراق الباربو يعني هكذا يأخذنا مثلا الباربو بكمية كثيرة ذلك الوريقات ديالها من ضيعوهم كنقدروا ندرهم على شكل بقولة؟ الرجلة مهمة كل واحدة كنقول لها الرجلة او لكي يقول لها الرجلة بالنسبة للرجلة كنقدوها كنت هيا وريقات كنقدوها مزيان وقدروا هكذا فور تايا نفس الطريقة ديال الباربا مهمة كنقدوها بثاني شرمولة كنديرو قذبرو مع الدنوس التومة شوية الملحة شوية ديال التحميرات شوية ديال الكامون شوية اللصم وشوية ديال الحار كندير الهريسه اننو تحضرها حتى على نار مهيلا من بعد ما كنت طيب ذاك الك رجلة كنت تكون تابسها كفركسكاس كنحيدوها و كننشرملوها بذيك شرمولة كندفو لها شوية ديال الحامض و و كنقدموها بصحة و الراحة أي وقا الطباق الرئيسية اول اقتراح غستك طرح server هما ديال فخيدات ديال الدجاج بلابولة ديال الشعير بالنسبة للشعر أول حاجة نأخذها نغفلها مزيان من بعد نفورها بشكل كسكسو غاية تبغي الطياب مزيان من بعد نأخذها البلبولة الشعير اللي طابت نريدها الشرمولة و نضيفها المعدنوس و ثومة و ملحا و الكامون سكنجبير و الخرقون و نضيفها الحمضة و نضيفها المعدنوس ونضيف لها الخضرة مثلا نخيزه لكن الوليدات اللي كاينما كيبوا أشياء كوى خضرة كان ندخلوه لذيك البلبلة دي الشهر كان نقطع وفينسوا مكعبات صغيرة ورين وكان خلطوها مزيان مع ذيك البلبلة دي الشهر طفيقا رجعوا عطفور تعود عطفور مزيان وكان أخذوا الفخيدات ديال يأيما فخيدات ديال الدجاج يأيما جنيوحات ديال الدجاج اللي كنكون هم مغتلين هم من قبل ومنقضين هم في واحد شرمولة كذاخلي واحد زلافة كديري فيها عصابي الحامضة ايه مع القادية الهريصة امم شوية ديال ملحة شوية زيز كنجبير والخرقون امم والأعشاب المنسيمة مثلا عندك الحباق عندك الزير عندك الزعتار وزعيتها كتاخذين منهم شوية شوية امم وقدخلتهم مثلين وتدوذيهم في ديال ديال الكشرمولة مثلين ديال الصخيدات أو للجنيوحات ايه ثب كتاخذيهم كلما يرقدوا وكلما يجو اياا كلما شربوا ديال الكشرمولة كلما شربوا شرمولة ايه طفل كان من بعد كان ايمة كان اخذهم كان ندهنوهم ب بالشوية الزبدة واللمطرب كان ندهنوهم واندخلهم بالفران يتحملوا يا ايمة نحن نقل بهم في الزيت ونأخذهم نيسة نيسة حمروا في الفران من بعد ما طابت ذيك البلبولة وطابت ذيك الفخيدات نأخذ ذيك البلبولة كنا نديرها في شي تبصير ونزوقها بذيك الفخيدات ولا بجني وحد ونرافقهم بوحد لصوص اللي كذيبنينة بالنسبة لديك لصوص نأخذ واحد ثلاثة ماتيشات مشكوكين مع معلقة كبيرة ديك ماتيشة بالحب مع معلقة ديال الزيت او الزبدة وجوج مع خقبة ديالسانيدة طفي كان نشحرو كل شي مزيان ديك ماتيشة كان نشحروها مزيان يعني كتكون محكوكة من بعد كان نطحنوها يعني كان عاودوا نطحنوها مزيان ديك ماتيشة كتجي هكاك رطبا ايا نعودوا نطحنوها تحيى ل explode أم هارون ايا تحيى لأم هارون ايا الي اعتضنا ده الص وأسف Ron طفي كان نشحرو في ماتيشة ديال طفي كان نقدمها ونصحرها مع هاتواняя الجاذة صحا نحضر اياه لا يعابطك الصحة Precis يعني هيا القم Late البطبوت او لعب غايف. اه يعني هدا كيتزوق غايف بالموس. يعني كنزوقه هيك بالموس. اه. كان اخده واحد زلفة كبيرة ديال الفوس. اه. معلقة ديال الزبدة. اللي ما عندوش الزبدة يدير في بلصة واحد البيضة. اه. واحد معلقة ديال سانيدة كبيرة. اه. كان نعجنه كل شيء واحد معلقة كبيرة ديالخمير عزينة. ندوبة في شوية ديالشليب. ايا. كان عجنه كل شيء بالمدافي. ايا. كان عجنه كل شيء بالمدافي. زيان يعني كتكون العزينة مركوفة. اه. كان دلقوها شوية وكنخلي واحدة كتخمر. اه. من بعد ما كتخمر كان اخدوها. وكندروها على شكل بطبوت. يعني كندروها بطبوت. ايا. بطبيطات صغر. اه. كان نغطيهم وكنخليهم شتيك يخمرهم. واقع. شتيك يخمرهم زيان. من بعد كان اخدو ديك البطبوت وكننشرطوهم بالموت. يعني كان قواكه وكنشرطوهم بالموت. ايا. غير باش نقرب المستمعات لانه الشكل اللي اللي بعتلي في الصور باش نقرب لهم الصورة. تيجي شكل ديالهم بحل ديك الحلوة اللي تنسمي والحلوة ديال البطاطة تماما. يعني شكل ديالهم من الفوق. حل الحلوة ديال البطاطة اللي تعرفوها جميع الحادقات. فتبارك الله عليك وراء غير الموس. غير الموس بقيت يكدري بيدوك المربعات صغيرة ونجو على شكل مربعات صغيرة. ايا. ايا. كنديروها كنشرطوهم وكنولي يعطني كندرو الموس النائل. ايا. وكيطنادك شكله كاكيكي. ولي بحشكل ششبكة ايا. ايا. تيجي مشبك اللي عطيك سحولوه جيرو مذهبي. تيش هيوه. طيب كان اخدوه وكننا نديروه في المقلة. امم. هنا غدا نشتاجوا شوية دية الزيت. ايا. وحا. طيب كان لبحالي كان نقليه وفدك الزيت. امم. طيب كان نحمروه بجو جيات. طيب كان نشطع البطبوط. وفي نفس الوقت كان قلبوها وكننا نزوقوها بشوية الكوغة. ايما كنخلي وغيها كاك. وحاول راحة. لوجبة دية اللي عشاء. نعطيه اول حاجة ديك الطريقة ديالك بالنسبة الكوزامية. وكل نرى البطاطة ما غتكون شمقلية. غتكون بطاطة اللي هي طيبة يعني في الفرات. نعطيه الطريقة دية الكوزامية. ايا مرحبا. بالنسبة للكوزامية. اول حاجة كناخدو الفريت اللي ما غديش نقليه. غدي نحمروها اولا كنطيبوه في الفرات. امم. كناخدو الفريت. مثلا تلسل الحبات كبار ديال البطاطة ولا. لحساب السيدة. كننقوهم. كنقطعوهم على شكل فريت. امم. وكنديروهم كي يغليوه واحد وصلصة دقائق ما كاملاش. يعني كي يغليو الغلية الليولة والثانية. صافي كنحيدوهم مباشرة من الماء. امم. وكننصفوهم بزيان. ايه. وكنديروهم في اللعطة. امخة. وكندهنوهم بشوية شوية دية العود. وشوية دية الملحة. امم. ولا بغت هنا السيدة تدير شوية زعتار. تدير الاعشاب المنسيمة. لا بغتها كدردرها من الفوق. صافي وكندخلوها الفران. كندخلوها الفران تضطيب على الخطرها. امم. كنتتحمر وكنخرجوها. اياه. بالنسبة الكوذامية انا ذرتها باااا. بسوسيت. ايمكن السيدة تديرها بالكفتة. بلادان. اللي بغت. امم. اللي عندها متواجد. كناخد واحد ااا البصلة. ايه. كنشلدها رقيقة بالمقلة. امم. وكنضيف لي هذاك السوسيت. امم. وكنشحروا مزيان مع شوية ديال العطرية. يا امال الملحة والبزار وكامون سلسطة البشاميس وشليب ثلاثة المعالقة قرطب قوزة زعتر وشوية الملحة نخلط كل شيء جيد لا تكون عاقدة كثيرا تكون شوية جيدة لكي يحبط لنا السلسطة لا تكون عاقدة كثيرا نأخذ المولات تغيب دينتهم جيدا في السلسطة بيشاميل ودرت فوقهم بيشاميل ودرت فوقهم ودرت عبتاني وأنا ندرك طبقات في الأخر سقطتها كاملة بيشاميل لا تكون عاقدة بيشاميل 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 ثلاثة من بعد نرى فوقها ندخلها الفرارة ضغية توجد ثلاثة ونخرج ونقدمها بالتأكد 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 والصورة نبدأ القطراح المواني هو الشربة الخص والخضر الخضراء بالنسبة للشربة تحية الاختصادية أنا سميتها شربة الخضراء بالنسبة للمقادر تأخذ الخص قرباً قربعظم لديهم الطنجرة طنجرة مع شوية ديال الملحة شوية ديال الجبار شوية ديال سكنجبير شوية ديال الخرقوم ايه طفيك احتا كيطب ذاك شي كامل كيطب مزيان من بعد ما كيطب كنتحنوها يعني كنتحنوها مزيان ديك ديك خليط اللي طاب كنتحنوه مزيان وكمضيفو لها هكا ضامت البنة اللي بزا السيدة اللي اعطاونا ضامت البنة اللي كتصيب في الدار ايه تحيي المليكة من تيزنيت ايه كانت اعطاتها لنا اه كنضل للا فاطيمة احتا هي وللا ربيعة من طانجة كل واحدة كانت اعطتنا الطريقة ديالها ايه تبارك اللي اعطاو بالزاف ديال اللي اقتراحة تكيل دامت البنة ايه طفيك وكن نخلطوها مزيان مع دك دامت البنة اللي درنا طفيك نخلطوها احتكت بدك تشرب شوية ديال المعينة كدية عقدة شوية طفيك نقدموها بصحة والراحة ايه ومن فوقك نديرولها شوية ديال ديال اللي ايه هلا يعطيك صحة اشتركوا في القناة